هناك معايير أساسية نحن نتبرها كجواز مرور إلى الزواج وهي الدين والخلق إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه طبعاً المقصود بالديانة هنا أو بالدين هو الجانب الكيفي وليس الكمي يعني مو كم صلى ولا كم مثلاً اعتمر وإنما الكيف لأنه هو المؤثر في الأخلاق بمعنى الفهم الصحيح للدين الوعي الفكري بالدين هذا المؤثر في الأخلاق فالأخلاق تؤثر في الدين والدين مؤثر في الأخلاق يعني كما ورد في الحديث إنما معثل وتمم مكارم الأخلاق ولذلك مسألة الأخلاق مسألة مهمة في الزواج يعني مهما حصلت من خلافات بين الزوجين إذا كان الزوجان يتمتعان بدرجة جيدة من الأخلاق فإنها قد تكون سبب لحل كثير من المشكلات على العكس إذا كان الزوجة أو الزوج سيئين في الأخلاق لو كانت المشكلة بسيطة ربما تتفاقم وتصل إلى حد الطلاق معيار آخر مهم جدا وهو معيار الاقتناع أن يكون لدى الشاب والفتاة اقتناع تام بمسألة الزواج لأن نحن من خلال ما نلمسه في مركز تعارف والاستشارات الأسرية وغيرها من الجهات التي نتعاون معها أن هناك أحيانا دخول للزواج بغير قناعة إما بضغط من الوالدين للدخول في الزواج أو أحيانا لبعض الأفكار المغلوطة يعني الشاب يريد لا يوصف بصفات معينة أنه غير سوي أو كذا الفتاة تخشى أن يفوتها قطار الزواج فتضطر أنه تحت الضغط المجتمعي أنها تقبل بأي زواجة أو هي غير مقتنعة فيها الزواج ينبغي أن يبنى عن القناعة التامة والقرار فيه يكون للشاب والفتاة لا يتخذ القرار نيابة عنهم والديهم أو أي أحد آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر